اخواتنا سلام عليكم انشاء الله تكونوا بخير وعلى خير انتم والعصافر تواكم اخواتي قبل ما نبدأ وبرك التدعيم بتاعكم يحفزنا على المزيد من العمل والبحث وجلب المعلومات وتجريبها في عصافرنا وتقديمها لكم وانتم تشاهدون وتستفيدون فقط قلت لكم هدلك لهم خوتي لانه 80% من المشاهدين ليسوا مشتركين اذا اعجبكم ما نقوم بخوتي اشترك واثغط لايك اترك لنا تعليق وشكرا نقول للموضوع الثاني اخوتي كما تشاهدون امامكم الحسون لكي تروضه ويخرج لك من القفص اخر مرضي يجب ان يكون هناك الهدوء والامان خاصة من الحيوانات الاخرى في المنزل مثل قطط الى اخره والشيء الثاني يجب ان تقوم بالاهتمام بالحسون بنفسك اي تضع له الماء والاكل وتنوع له في الماء في الاكل وتخرجه للتشميس والاستحمام لان الحسون اخي المربي يعرف صاحبه عن طريق الصوت تبدأ انت بتوليفه له عندما تقترب من الحسون كده كتشوفوا خوتي هنا ابدأ بالبتبت للحسون عودته عليها كل ما اخترب منه وبتبت له فعندما تبتبت لحسونك او تتقوم بصوت فهو يعرف انه انت صاحبه فبدأت بالبتبت له اخوتي فعرف انه انا صاحبه فلا مشكلة في ذلك في الحسون يفهم هذه الاشياء اخوتي وبدأت بالمنادات كذلك اخوتي ذو تسمعو كذلك الحسون يعرف صوت صاحبه فانت تتكلم امامه فهو يحفظ نبرة صوتك اخوتي كما تشاهدون الحسون انايا خرج من القافص وكذلك وضعت للحسون حوض الاستحمام ليأخذ رائحته في الارض ستشاهدون عند خروج الحسون ذهب مباشرة لحوض الاستحمام هكذا ليحسب الامان وكما تلاحظون اخوتي هنا الحسون لم يستطع الطيران جيدا كما اشرت لكم في الفيديو السابق تعرض الحسون لفزع في الليل فسقط ريش جناحه ودخله في غيار ريش جزء اخوتي كما تشاهدون هو في مرحلة غيار ريش جزئي ولكن عادي اخوتي بالمناسبة بش نحكي لكم من الموضوع لكن عادي اخوتي لكم تشوفوا فيه خرج من القافص وهو يستحم ويتجول وكان من المربين يقول لك اغلق على الطائر بلقوماش او كارتونة وهذه الخرافات وضحوا وحده ولا تحميمه 3 اشهر وهذا الكلام او الحسون امامكم اخوتي يخرج يستحم عادي وهو في غيار ريش الجزء اخوتي وهذه الاشياء هي التي تخرجها عند غيار ريش في 15 يوم او 20 او اخوتي ولمعرفة الطريق اخراج الحسون من غيريار ريش المفاجئ اخوتي سأترك لكم رابط الحلقة فصلت فيها الحلول والعلاج والاسباب وكل شيء اخوتي كما تشاهدون اخوتي عندما انتهى من الاستحمام ستشاهدون جاء الي لكن مازال لم ينبت ريش الجناح كما اشرت لكم ليستطيع طيرا جيدا وكذلك هو مبلل فجاء امامي ستشاهدون اخوتي هنا هو يستحم هذه الاشياء تحفز الحسون على الخروج والترويض وهذا اخوتي لم ليست الترويض بمعنى الكلمة هذا فقط اخذ الامان للحسون لتعويضه على الخروج وقعت علي خوتي لكنه سقط امامي وبدأت بتقديم له ستشاهدون نبتة الحرايق وباللعب معه ولمسه ليعتاد علي جيدا وبدأت بتقديم له الحبوب قليل من البذور والاشارة خوتي فقط الحسون لم انزع له الاكل اي لم اتجوع كان من الكثير من المرويضين يقول لك اتجوع الحسون وقد فقط نزعت له الاكل خمس دقائق فقط قبل قبل فتح له باب القفص فترة تشغيل الكاميرا واخذ مكاني فقط خوتي ولذلك لم يأتي الحسون لو كان جائعا لخرج مباشرة الي او الى الاكل فهو ذهب الى الاستحمام وتجول قبل ذلك خوتي كما تلاحظون بدأت بتقديم له نبتة الحرايق خوتي فالحسون يحبها وهي مفيدة للحسون كما تضح ايضا اخوتي واللي واقوم بهذه الاشياء لكسب ثقة الحسون وهو يعتاد علي كثيرا اخوتي وانصحكم بشيء اخوتي عند التعامل مع حسونك يجب التعامل برفقه ببطء فالحسون لا يحب انت تعامله بخشونة فهو يخاف اخوتي فلا ننسوه وطعر بر اخوتي لا تقول هو في القفص وكذا وهو معتاد لا اخوتي ستلاحظون اتعامل معه ببطء ببطء شديد حتى يعتاد علي وهكذا اخوتي ولا انصحكم بتجويع العصفور اخوتي كما تلاحظون لو الحسون جاء لا جاء الى مكاني حيث انا جالس الاكل هناك هكذا اخوتي وينظر الى الدبابة هي قلقتها كما يقول ثم بدأت بهكذا لاخذ اهتمامه اخوتي لا ت فبدأ هو بتنقية نفسه وكذا لا اتركه هكذا اقوم بلمسه وكذا لاخذ اهتمامه ليقول له انا هنا انا صاحبك هذا هو التعامل الاخوتي مع الحسون وهو مهتم كثيرا بريشه وهذه الاشياء تجعله ينبت الريش ان شاء الله مع خامال علاج التي قدمته لكم في الحلقات تغيير الريش اخوتي وهكذا هكذا اخوتي سيعتاد عليك الحسون ويبدأ ب ويبدأ بالوقوف فوق يديك سوف تشاهدون في اخر الفيديو اخوتي وقف الحسون فوق يدي وعادي هنا قدمته له القليل من القمح فالقمح غني بالبروتينات ويساعده في مرحلة تغيير الريش اه يا اخوتي لو كان جاء له اخوتي اقدم له القمح وحاولت رفعه على يدي هنا اخاف لكن ستشاهدون هذه اللقطة اه يا اخوتي رفعت وفق خيط الزراع ذراع اللعب يا اخوتي ثم برفق خيطي لاحظوا كيف اتعامل مع الحسون لكي لا يخاف برفق برفق حتى رفعته فوق فوق مكاني سوف تلاحظون اخوتي كما قلت لكم اخوتي والاهم هو الصبر اخوتي الصبر هو كل شيء اه هو العصفور فوق مكاني اكتا اخوتي ثم بدأت بتقديم له الاكل فهو العصفور تحب الاكل كثيرا احاول تقديم له اسبعي ليقوم بلمسه بدأ بطردي لكن صبرت صبرت حتى نلت ما ما اردت سترون اخوتي قدمت له البذور برايقة هنا هو بدأ يكون بالبرايقة بدأت بتقديم يدي اخوتي هكذا قلت لكم اخوتي اه الصبر ثم الصبر ثم الصبر وتعامل مع الحسون برفق برفق شديد وسترون كيف الحسون وقف فوق يدي وبدأت باخله صور اه تذكاري اخوتي لحفظها في الهاتف والكاميرا اخوتي ستشاهدون ذلك هنا وضعت الكاميرا اخوتي لتعامل مع الحسون بحرية ثم بدأت اردت ان ارفعه في يدي فبدأت بتقديم له الاكل من يدي حتى يأخذ المزيد من الثقة لكنه لم يريد فجلبت له نبتة الحريقة فهو يحبها كثيرا الحسون ثم هنا سترون الحسون يصعد الى يدي اخوتي انصحكم بالصبر وتركه يصعد وحده فوق يدك لا تسيف عليه كما يقول لا تحتم عليه الشيء فهو يفعل هذه الاشياء لنفسه اخوتي كما تشاهدون الحسون فوق ايدي اخوتي وهو في مرحلة تغيير ريش الجزئي وأنا ألعب معه بإصبعي كما تشاهدون اخوتي لا تنسوا الاهجاب اخوتي والاشتراك وان شاء الله المزيد من هذه المواضيع فيما يخص ترويض الحسون اخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته